اسم الدرس أبني زاوية قلستها بالدرجة خمسة عشر ثلاثون ستون تسعون مائة وعشرون أستحضر ثامنا أبني زاوية قلست فتحتها خمس وسبعون درجة الإجابة نرسم قطعة مستقيم ألف باء نبني الموسط العمودي واو جيم لقطعة المستقيم ألف باء نبني واو سين منصف الزاوية واو ألف واو جيم الزاوية واو ألف واو سين تساوي خمس وأربعين درجة لأنها نصف الزاوية القائمة نبني مثلثا متقايص الأضلاع واو دال باء كما في الرسم التالي واو سين واو دال تساوي واو ألف واو باء ناقص واو ألف واو سين زائد واو دال واو باء واو سين واو دال تساوي مئة وثمانين درجة ناقص خمس وأربعين درجة زائد ستين درجة واو سين واو دال تساوي مئة وثمانين درجة ناقص مئة وخمس درجة واو سين واو دال تساوي خمس وسبعين درجة يمثل الرسم التالي تصميماً لقطعة مصوغ تسمى خلال أعده حرفي شاب قبل صنعه أتعرف أقيسة فتحات زوايا المثلث ألف با جيم ماذا يمثل المستقيم ألف ها بالنسبة إلى قطعة با جيم؟ ماذا يمثل قطعة المستقيم ألف ها بالنسبة إلى الزاوية ألف با ألف جيم؟ أعلل إجابتي أرسم على ورقة غير مسطرة نصف مستقيم سين صاد ثم أبني زاوية سين كاف سين عين قيص فتحتها بالدرجة ستين يكون سين صاد منصفها الحل أتعرف أقيسة فتحات زوايا المثلث ألف با جيم الإجابة باستعمال المنقلة نجد أن كل فتحات زوايا المثلث ألف با جيم تساوي ستين درجة وبالتالي فهو مثلث متقايص الأضلع ماذا يمثل المستقيم ألف ها بالنسبة إلى قطعة با جيم؟ الإجابة باستعمال المسطرة نلاحظ أن ها با تساوي ها جيم وباستعمال المنقلة نجد أن ها با ها جيم زاوية قائمة وبالتالي فا ألف ها هو الموسط العمودي لبا جيم ماذا يمثل قطعة المستقيم ألف ها بالنسبة إلى الزاوية ألف با ألف جيم؟ أعلل إجابتي الإجابة ألف ها هو منصف الزاوية ألف با ألف جيم لأنه ارتفاع مثلث متقايص الأضلع وبالتالي فهو يتوسط القاعدة وينصف الزاوية المقابلة للقاعدة المثلث ألف با جيم متقايص الأضلع أرسم على ورقة غير مسطرة نصف مستقيم سين صاد ثم أبني زاوية سين كاف سين عين قيص فتحتها بالدرجة ستين يكون سين صاد منصفها الإجابة نرسم نصف مستقيم سين صاد وباستعمال البركار نبني مثلثا سين جيم دال متقايص الأضلع يمر من النقطة سين كما يبينه الرسم التالي وباستعمال البركار نبني مثلثا آخر سين هاء دال متقايص الأضلع يمر من النقطة سين ومجاور للمثلث سين جيم دال كما يبينه الرسم التالي نبني سين كاف منصف الزاوية سين جيم سين دال وسين عين منصف الزاوية سين دال سين هاء نستنتج أن قيص فتحة الزاوية سين كاف سين صاد تساوي ثلاثين درجة وقيص فتحة الزاوية سين عين سين صاد تساوي أيضا ثلاثين درجة وبالتالي فا سين صاد هو منصف الزاوية سين كاف سين عين والتي قيص فتحتها يساوي ستين درجة ترجمة نانسي قنقر